ازايك يا باشا عامل ايه؟ منور الدنيا انا هعلمك ازاي تعمل فيديو زي ده وتخليني اتكلم كده تابع معايا للاخر الفيديوهات اللي انت شفتها في الاول دي انا عملتها باستخدام الموقع الصيني ده والجميل او في الموقع انه هو لسه مجانا لحد دلوقت فانا عايزك تلحق تعمل اكبر عدد من الفيديوهات قبل ما الموقع يبقى مدفوع وعشان ما داشت وقتكو بقى يلا بنا نبدأ في الشرحة على طول وهعرفك ازاي تقدر تستفاد اكبر استفادة من الموقع اول حاجة هنعملها هندخل على الموقع بتاعنا ده يا جماعة وطبعا هسيب لكم اللينك بتاع الموقع في الكومنتات عشان تقدر توصل ليه من غير اي مشكلة بعد كده هعرفك ازاي تسجل دخول في الموقع مجانا مية في المية وهعرفك على كل التركات المهمة عشان تقدر تستفاد منه مية في المية بس اهم حاجة تكمل الفيديو للاخر عشان كل خطوة فيه مهمة زي ما انتو شايفين كده الموقع بيدعم اكتر من طريقة لعمل الفيديوهات زي مثلا انك تقدر تعمل الفيديو باكتر من شخصية وبرضه تقدر تتحكم في اللستايل بتاع الفيديو بتاعك سواء انت عايزه انيمي او عايزه 3D او رياليستيك وعندك هنا الاموشن كنترول ده حاجة جميلة جدا انك تقدر تتحكم في تعابير الوجه بتاع الشخصية سواء انت عايزها غطبانة او حزينة او سعيدة تعالوا بقى نتعلم ازاي هنسجل دخول في الموقع هنروح هنا على كلمة play ground web وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده تمام هيبتدي بقى يحولني للصفحة الجديدة دي هتلاقي عندك الصفحة باللغة الصينية بس تقدر تعملها ترجمة عادي جدا هتطلع فوق عند التلات نقط اللي تحت بعض دول وهتنزل تحت هنا عند كلمة ترجمة وتدوس عليها كده واعمل لها ترجمة عادي جدا وهنا بقى تقدر تسجل دخول عن طريق الجميل بتاعك هتدوس علي كلمة بريد اللي هي دي تمام بعد كده هنبتدي نحط البريد الالكتروني بتاعنا اللي هو الجميل في المكان ده كده بالزبط بعد ما كتبنا الجميل بقى هندوس هنا على الكلمة دي اللي هي احصل على رمز التحقق بعد كده هندوس علي كلمة يوافق هيبعت لنا بقى الرمز التحقق ده على البريد الالكتروني بتاعنا الجميل بعد كده بقى هنروح على الجميل بتاعنا عشان نشوف الرسالة دي هنوصل تاني كده على الجميل هنلاقي في رسالة جات لنا هي يا جماعة هنبتدي ندوس عليها بالشكل ده وده الرمز اللي بعت لنا اهو يا جماعة هنبتدي ناخده هنا كنترول سي وارجع تاني على الموقع بتاعنا واجي في المكان ده بالزبط هنا وحط الكود ده كنترول في وبعد كده هدوس على كلمة تسجيل الدخول وكده بقى احنا سجلنا دخول في الموقع ونقدر نستخدمه بشكل مجاني وزي ما انتم شايفين كده دي الوجهة بتاعة الموقع طبعا الوجهة سهلة وبسيطة جدا لو جينا في المكان ده نقدر نضيف اي نص احنا عايزينه والموقع هيحول هلنا الصوت ولو جينا نزلنا تحت هنا شوية هتلاقي الموقع ضعيف لك اكتر من صوت تقدر تبدل ما بينهم وبعد كده تنزل تحت هنا تدوس على المكان ده بالزبط هتبتدي تحمل الصورة اللي انت عايزها والموقع بقى هيركب لك الصوت على الصورة دي ويحول هالك لفيديو الحاجة التانية بقى انك تقدر تحمل صوت انت عامله على اي موقع تاني هتدوس هنا على كلمة تحميل الصوت وهتجي في المكان ده كده بالزبط وهبتدي تدوس عليه وهتبتدي تحمل الصوت اللي انت عايزه وبعد كده تنزل تحت هنا تحمل الصورة اللي انت عايز تحولها الفيديو تعال بقى علمك ازاي هنقدر نعمل فيديوهات زي اللي انت شفتها في اول الفيديو دي يلا بينا اول حاجة بقى هعملها هبتدي ديف الصوت اللي انا عايزه هاجي هنا في المكان ده وابتدى دوس كده وبعد كده هختار الصوت بتاعها وادوس على كلمة open بعد كده هنزل تحت هنا عشان هبتدى اختار الصورة بتاعتي هدوس في المكان ده كده وبعد كده هنزل تحت خالص اختار الصورة اللي انا عايزها وادوس على كلمة open ومش عايزك تستعجل خالص انا هعلمك ازاي انا بعمل الصوت والصور دي وبعد كده بقى هندوس على كلمة توليد الان ونستنى لحد ما الفيديو بتاعنا يتعمل ودي كده بقى النتيجة اللي الموقع طلعها لي تعالوا كده نتفرج مع بعض الفيديوهات هتبقى عاملة ازاي ازايك يا كبير انا هعلمك ازاي تعمل فيديو زي ده وتخليني اتكلم كده تابع معايا للاخر النهاردة هعلمك ازاي تعمل فيديو زي ده بالزبط بالزكاء الاطناعي وزي ما احنا شفنا كده مع بعض دي النتيجة اللي الموقع بيطلعها وطبعا الفيديوهات دي كلها مجانية ولو انت عايز بقى تحمل اي فيديو من الفيديوهات دي هتعف مثلا على الفيديو ده كده هيظهر لك على السهم اللي التحت دي هتبتدت دوس عليها بالشكل ده والفيديو هيتحمل عندك على الجهاز مفيش في اي مشكلة تعالوا بقى علمكوا اهم خطوة معنا في الفيديو وهي ازاي انا بعمل اصوات باحترافية كده وازاي انا بعمل الصور دي يلا بينا هنروح كده نفتح موقع جوجل استوديو هنيجي هنا في السيرش بوكس ونكتب كلمة جوجل استوديو تماما بعد كده بقى هندوس على اول hyperlink هيظهر معنا اللي هو ده يا جماعة ودي كده بقى الوجهة بتاعت الموقع بعد ما فتح معنا طبعا اول حاجة هنعملها نعمل صوت احترافي زي اللي انا عملته بالزبط هننزل تحت هنا عند الكلمة دي اللي هي native speech generation وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده بعد كده بقى يحولن للصفحة دي وهنا بقى عند اختيارين اول اختيار معايا اللي هو ده لو انت عندك اكتر من شخصية وعايز تعمل لها اسوات متعددة والاختيار التاني اللي هو ده لو انت عندك صوت واحد وعايز تعمل به تمام هنبتدي ندوس على بعد كده بقى هنيجي في المكان ده ونبتدي نكتب النص بتاعنا اللي احنا عايزين نحوله له صوت هنكتب مثلا ازايك يا باشا عامل ايه بنور الدنيا وهنفتح كده وهنكتب صوت شعبي باللهجة المصرية وبعد كده نقفل للكوس ولو جينا هنا عند كلمة هنا تقدر تختار الاسوات اللي انت عايز تقدر تدوس هنا كده وتبدل بين الاسوات دي اختار بقى الصوت اللي هيجيبك فيهم وبعد كده حدد عليه بالشكل ده تمام بعد كده تنزل تحت خالص هنا عند الكلمة اللي هي اسمها رن وهتبتدي تدوس عليها كده وهيبتدي الموقع بعد كده يحول لك النص اللي انت كتبته له للصوت تعالوا كده نشوف النتيجة اللي طلعت لنا بعد بعض الموقع ماخدش ثواني وعمل الصوت بتاعي اهو وزاي ما سمعنا مع بعض الصوت طالع احترافي جدا ومفوقش ولا غلطة ولو انت عايز تحمله بقى عندك هتبتدي تدوس على الثلاث نقط اللي فوق بعض دول هيظهر لك كلمة تنزيل اهيه هتدوس عليها والصوت هينزل عندك على طول ما فيش اي مشكلة نجي بقى للخطوة اللي بعد كده وهي ازاي هنعمل صور زي اللي انا عملتها كده بالزبط اول حاجة هعمله هدوس هنا على كلمة generate media تمام بعد كده بقى هندوس على كلمة imagine اللي هي دي هيبتدي يحولني بقى للصفحة دي وهنا بقى هكتب ال description بتاع الصورة بتاعتي في المكان ده بالزبط طب عشان هكتب ال description ده هعمل ايه هروح كده على chat GPT وهاجي في المكان ده كده بالزبط وهقول له مثلا اريد مطالبة لعمل صورة الارد يتصور مثلا في الاهرامات تمام بعد كده بقى هدوس على السهم اللي الفوق ده هيبتدي بقى chat GPT عمل المطالبة بتاعته بسرعة جدا وبعد ما يخلص بقى هاخده المطالبة اللي عملها لي باللغة الانجليزية كده control c وارجع تاني عند الموقع بتاعنا واجه في المكان ده بالزبط وحطها تاني هنا control v وبعد كده هدوس على كلمة run اللي هي دي واستنى بقى الموقع يخلص للصورة بتاعتي وطبعا هو مش هياخد وقت كبير وهيخلص الصورة على طول وزي ما انتو شايفين كده دي الصورة اللي الموقع عملها طبعا تقدر تتحكم في المقاس بتاع الصورة من المكان ده لو انت عايز الصورة مثلا لفيديو قصير هتدوس عليها بالشكل ده اللي هو من 16 لتسعة ولو انت عايزها بالعرض هتدوس على المقاس ده اللي هو 9 ل16 تمام لو احنا عايزين بقى نحمل الصورة بتاعتنا دي هنيجي نقف عليها كده وهندوس على السهم اللي التحت ده اللي هو يظهر لك كلمة ده ونلود اهي هندوس عليها كده والصورة هتتحمل عندي على طول بعد كده بقى هنرجع للموقع بتاعنا تاني عشان نعمل فيديو بالصورة اللي احنا لسه عملينهم مع بعض هنيجي بقى في المكان ده ونختار الصور بتاعنا تمام ادي الصورة وبعد كده هندوس علي كلمة open وبعد كده هننزل تحت هنا عند تحميل الصور وهندوس في المكان ده ونبتدي نحدد الصورة بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها دلوقت وبعد كده ندوس على كلمة open ونستنى لحد ما تحمل وبعد كده بقى هندوس على كلمة توليد الان وهنستنى بقى لحد ما يخلص الفيديو وهنرجع تاني نشوف النتيجة بتاعت الفيديو عاملة ازاي وده كده الفيديو بعد ما خلص تعالوا كده نشوف مع بعض النتيجة هتبقى عاملة ازاي ازايك يا باشا عامل ايه منور الدنيا وزي ما سمينا مع بعض كده يا جماعة الفيديو طالعوا احترافي جدا زي ما احنا كنا عايزين وعشان بقى اتحمل الفيديو ده زي ما اتفقنا هتقف على السهم اللي التحت ده وتدوس عليه والفيديو هيتحمل عندك على الجهاز على طول وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يارب الشرح يكون بسيط وعجبكم وناس كتير تكون استفادت ولو فعلا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد معنا